شلونة تحول سيارتك الى طباخ عرفتو قصدي منظومة الغاز بالسيارات اول شي قلنا تعرف على الغاز هو بين نوعين LPG و CNG اللي عندنا بالعلاقة والLPG عبارة عن غاز طبيعي لكن يتحول الى سائل ليش لي مضغوط بضغط عالي هذا الغاز يخزدونه بخزان سميك وبعدين يروح الغاز عن طريق نبيب نحاس هم سميكة يروح لعدد فلاتر للتصفية تصفية اكسد تنقية اللي يروح بالغير تصفية وبعد ما يصف الغاز راح ينحكم بالانتيك ويدخل للسلندر ويكون نظام حكم يضيف شوية بنزين ويالغاز حتى شوية يخفض الحرارة واكيد لازم يكون اكو كمبيوتر للمنظومة مميزات وعيوب سعر الغاز ارخص من البنزين العادي تقريبا ارخص منه بنصف السعر الرقم الاوكتان من الغاز عالي جدا ممكن يوصل 110 اوكتان يعني شنو اكيد مستحيل يصير ادوانز او نوكينج ثلاثة صديق للبيئة من عمر الخمس سنوات لا ولا صديق ترى انبعاثات الغاز اقل ضررا من البنزين بهواري اربعة نظافة القطعة الداخلية للمحرك اللي ان الغاز ما بيكربون خمسة اندي كافة تجلب يتماكعيو اول عيب انه السيارة راح تفقد من قوتها وعزمها بشكل بسيط اثنين حرارة المحرك اعلى اللي انخليط الاحتراق يكون كلها غازات ما بيفيد مكون سائل يبرد الاحتراق والحل بسيط بسخل شراب ما نسخونه ويا الغاز وتنزل الحرارة وبالنسبة لموضوع الخطر وانه المنظومة قنبلة موقوتة ومنها الكلام انا والاغلبية يشوفونها منظومة امنة لكن الحوادث اللي اصصير بيها اتوقع يكون سببها خطأ من الشخص اللي شد لك المنظومة والهدف من هذا الفيديو بس للتوضيح السيارة سيارتك تريد تركب غاز لا بعد بكيفك انا ما مسؤول شي رأيكم بالفيديو الجاي متوقع ما راح انزل الفيديو راح تشتعل الحرب بالزايد انا ما انشاء ليه